فلأنه هو ساعتا ما كانش عايز يقل إخواته فمرة قال لي ما تكلمش حد لما كاعد بقى قوي اه طبعا لأنه هو هو مش عايز يقلقهم تكلمت دكتور عاشر بزك وحسن عبد الضوء عادي وأنه الحكاية سهلة ما بيش مشكلة خالص يعني طبعا هو عارف أنه وانسوا لقولهم حاجة كله هيجري طبعا فبس فالله حسن أنه هو طبعا حبيب الله رحمه يعني جاء بقى الدكتور أشرف وطريبا اليوم ده جي مع إيهاب فاهمي في اليوم ده يعني فيك جمرتين يعني جمرتين من النقاب فبس كده قال لي أنه قالناه مستشفى وقعدنا جنبه سبت الصبح تقريبا كده أنا مشيت في سبت راشر والدكتور أشرف مش عشان ما معونه خش كان دخلوه كده عنها مركزة وكده المهم عادي ولقيت الساعة واحدة ظهر كده بيكلمني هو وراشر أنا بإزال فل وبتاعته طبعا الحمد لله قال لي شوفتي كنت محتاجة نام بس نيموني نمت فقمت كويس والحمد لله ما فيش مشكلة خالص فقمت طبعا الحمد لله قال لي طيب أنا عايزين ناكل كباب وكوفتا وبتاع فأنا هجيب كباب وكوفتا قالت له لي طبعا أنا طبختي يعني قال لي وانا طبختي مش هينفع يعني مع الأكل اللي جاي فقلت له ينفع بس هو كان بيحب بقى المخللات إيه سبب الانفصال يعني انتي واضحة وانت بتتكلمي علي إني في حب لا طبعا هو وفي عشرة وفي صحبية وفي احترام إنت كنت غيورة زيادة عن اللزوم أو هو الشائز زيادة عن اللزوم إيه اللي خالتكي غيورة زيادة عن اللزوم أو هو الشائز زيادة عن اللزوم اللي قالت نين يعني انت غيورة و هو شائي اه انا غيورة بطبيع على كل حاجة على دراستي على كده مش غيورة غير قاتلة اوي بس بالنسبة للزوج طبعا ان كنت بحبه اوي و كنت صغيرة اوي و طبعا خلفت بنتي بقى و انا صغيرة الانفصال ايه يعني ان انت عملت ايه هو شائي كويس و انا غيورة و انت عرفتي اه طبعا طب هو لو شائي مرة مثلا و هو كان اكتر من مرة كان يجي يعني اعتذر وبتاعه و خلاص و مش حياة كان بيعترفلك اه كان بيعترفلك اه اعترف عشان انا اللي بعرف اه انت بتكتشفي فيعترفلك انا غلطانا كنت انا اللي كنت بقعد ان اخور اه اه شوفت الستات ما اتدواش و انا شوية اوبر في الحتة دي اللي حسيت بقى عمدي عالية او محبش حد يتحك علي فبس فوعيلا بقى يعني ما جوتش يعني مدركة الحياة و كده و انه ممكن حتى لما كان بيهازر محد شوية اوفر انا كنت بتدايق طب انتي بعد من الفصل ايه لي سفارك سبع سنين لا الله هي جات كده بم يعني صدفة ان انا اخوي اصلا طول عمره برا مصر اه و انا اخوي ده ما بشوفوش كتير يعني ليه اخ اصغر مني توفى و ده الولد رباني يخلي يعني طول عمره كان في لندن و طلع من لندن عاش في استراليا واستقر و كده كان بقى له سنين اصلا بيطلب مني انه هو يعملي هجرة و لما سفرت كان في نيتك الهجرة نعم لما سفرت كان في نيتك الهجرة لا ما كانش في تبغي الهجرة صراحة يعني فلما سفرت طبعا اخويا بقى وحشني من سنين فدلت قعدة سنة قابلت بقى فنانين و حفلات و مصريين و اشتغلت منك علي حميدة الله يرحموا لا حاجات تانية غير الفن علي حميدة الله يرحموا جاء عمل حفلة هناك جورج هو السوف الحاجات كنا من استقبلهم بقى و نقعد معيهم كنتم استحبه على العائلات اللي هي اتسليت يعني اتسليت يعني جدا و هاتكت بلها جدا في الاسناد دي كلها ما وحشكيش التمثيل لا وحشني بس يمكن برضو هناك بتحسي في حسيتي يعني طبع مصر انا بحشق مصر وما بحشة بدعنا طبعا هم الناس بحشت يعني انا اخوتي كلهم طول عمرهم برا مصر يعني اختي مضيفة طيران طول عمرها برا مصر بمتجيش هنا خالص لسه يعني جاية قريب و اخوي الصغار حتى اللي توفى طول عمره برا مصر فانا الوحيدة اللي كنت هنا واللي رجعني لان انا والدي لما جيت السافر يعني سعب عليها جدا هنا هو كان في مصر اه فقال لي انا حس انا مش هشوفك تاني لما قال لي كده وصلني مطار هو اول مرة شوف بابا قوي جدا لقيت الدموة في عنافة يعني انا حس هو بك يحبني اوي فحس ان انا حيفقبني ان انا كمان الوحيدة اللي هنا اشتركوا في القناة